السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت نموذج أسئلة رياضيات لصف السادس الابتدائي للعام 22 امتحانات نصف السنة كتاب المنهج الجديد كتبت ست أسئلة إن شاء الله بعدها مرح أكتبكم إن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو يعني شون نمط يعني مو نفسها الأسئلة كنمط من عندها تجيكم هيشي سؤال مو إلا نفس الأرقام فكتبت ست أسئلة من ضمن الكتاب ما نزلت شي من عندي كل من الكتاب من التمارين والأمثلة وتأكد من فهمك ملاحظة الإجابة عن خمسة أسئلة فقط يعني راح أحلها جبت ست أسئلة ألف وباء وقسم بيها ألف وباء وجيم والجواب عن فرعين فقط فرح أحلها كلها هيش يجيبو لكم ترك سؤال ست أسئلة وتركون سؤال سؤال الأول ألف أكتب عددا صحيحا لخمسة فقط هنا ستة أنا راح أحلها كليتين فأنت تركون وحدة ست نقاط تركون وحدة تجابون على خمسة أولا تسع درجات تحت الصفر أول ما أجي أكتب التسعة هذه التسعة الإشارة شون أكتبها تحت إحنا ماخذين تحت يعني طرح تحت طرح أعيني سحبة خمسين ألف دينار من المصرف سحب يعني طرح سالم خمسين ألف أكتب خمسين ألف بمستوى سطح البحر صفر تردون تكتبون صفر هيتي أو تكتبون هيتي بس هنا لازم تطوخوا باحتمال ما يشوفوا المدرسين المعلمين ثمان ثمان تالاف دينار ربح ربح يعني موجب موجب ثمان تالاف ربح موجب ميتين وخمسين دينار خسارة خسارة سالب ميتين وخمسين أشارحة لكم فيديو عن الخسارة والربح ارتفاع طائرة عشر كيلومتر إذن ارتفاع يعني موجب عشرة موجب عشرة خلصنا من فرع ألف فرع باء من سؤال الأول يعني فرع باء من سؤال الأول جد ناتج القسمة عندي سالب وخمسة عشر تقسيم سالب بثلاثة رأسا بالضرب والقسمة أقول السالب ويا السالب يصير موجب خمسة عشر تقسيم ثلاثة بها خمسة ليش لأن أضرب خمسة فيه ثلاثة خمسة عشر الإشارات موجب سؤال الثاني يجب عن فرعين فقط جد ناتج مستعملا جملة الجمع فهذا خمسة عشر ناقص سبعة أكتب لخمسة عشر الطرح أسوي موجب والرقم الوراء إذا سالب يصير موجب وإذا موجب يصير سالب يعني يصير موجب سبعة تردون ما تكتمون الموجب عادي هو يصير موجب يعني خمسة عشر نزلتها الموجب يصير سالب وهذا السالب يصير موجب خمسة عشر زائد سبعة بها ثنين وعشرين ثنين وعشرين خمسة ناقص سبعة الخمسة أكتبها هاي بارده وما جامد هذا خمسة أنزل السالب يصير موجب والسبعة هي موجب أسويها سالب هاي بالطرح إشارات مختلفة نزل إشارة الكبير وأطرح سبعة ناقص خمسة بها ثنين هاييني إن شاء الله هذا السؤال الأول افتهمتو زين جد ناتج الضرو فرحبا من سؤال من سؤال السؤال الثاني الأول كملته ألف وباء سؤال الثاني ألف وباء أوجي طبعا هو قايل السؤال الثاني إجيب عن فرعين فقط ياته إجيب عن فرعين فقط أنا حليتها كلها تنتبهوا على الفروع ترى الزيادة كالنقصان ينقصون إذا ما تركتوا سؤال أو ما تركتوا فرع أو ما تركتوا نقطة أربع على تسعة في ثلاثة شوفوا يوم هنا هايش تسولها تخلو لها مقامها واحد أكو اختصار بينar الثلاثة إي والتسعة هاي بيها وحده وهاي بيها تلاثة أربعة في واحد أربعة وثلاثة في واحد تلاثة ما يصير البسط أكبر من المقام لازم انبسطها يعني نقسم أربعة بيهاش كم وحده بيها واحد أربعة بيهاش كم وحده بيها واحد know هنا والواحد وهنا vote وثلاثة يبقى واحد الجواب العدد الصحيح يعني هذا الناتج اللي يبقى العدد الصحيح يصير عدد صحيح يعني الباقي 3 على 4 تقسيم 1 على 4 أقول لي 3 على 4 نقلب القسمة إلى ضرب ونقلب مقلوب الكسر 4 يصير على 1 ها يكون اختصار بين الأربعة وبين الأربعة ويساوي 3 في 1 3 1 في 1 1 ويساوي أنه 3 عيني ويساوي أنه 3 هسا جيم قارن بين العددين مستعملة للرموز أكبر أو أصغر أو يساوي دائما العدد الموجب أكبر من السالب إذن هاي موجب 6 أكبر من سالب 6 2 سالب 9 السالب أصغر من الصفر دائما السالب صغير كان صفر وكان موجب سالب 33 وهنا موجب 33 السالب أصغر من الموجب 58 وسالب 59 الموجب أكبر من 59 من السالب جد ناتج مستعملا طريقة الإشارات إذا إشارات مش شابهة نزل الإشارة ونجمع 30 و40 و70 هنا إشارات مختلفة ننزل إشارة الكبير وأطرح اللي هي موجب 500 ناقص 300 بها 200 هاي أكتب عبارة جبرية تمثل كل مما يأتي أكثر من لام بعشرة اللام أكتبه الأكثر هي موجب أقول لام زائد عشرة هاي أعيني لام زائد عشرة ثلاثة أمثال يعني ثلاثة والأمثال ضرب تا زائد 12 هاي أعين ثالثا أقل من فا ناقص ثلاثة بخمسة أقل يعني شو نقول أول مرة فا ناقص ثلاثة فا ناقص ثلاثة أقل يعني ناقص بيمن بخمسة ناقص خمسة ناقص خمسة أزين مقسوم يعني قسمة أقول الصاد زائد 2 بين قوسين تقسيم 4 لأن قايل مقسوم على 14 مو أربعة مقسوم على 14 مقسوم تقسيم وأقل ناقص وأكثر زائد سؤال الرابع يجب عن فرعين فقط حل المعادلات باستعمال النماذج 9 زائد لام أقول لام يساوي أش قد لام يساوي أربعة ناقص تسعة لام يساوي نحول الموجب إلى سالب أربعة ناقص تسعة بها خمسة أش قد بيها بها خمسة أعيني كاف ناقص ثلاثة يساوي تسعة أقول كاف يساوي تسعة زائد ثلاثة هي سالب حولتها إلى موجب كاف يساوي تسعة وتلاثة فمعش تسعة وثلاثة اثمانش هذه مسألة عمر سارة ثلاث أمثال عمر أختها سناء ما عمر سارة ثلاث أمثال يعني ثلاثة أمثال بكيفكم تقولون نون أو تقولون ثلاثة في نون إياه تكتبونها ثلاث صحيحات سؤال الخامس سؤال الرابع جيب عن فرعين ألف وباء وجيم شين فيه 42 يقول لحل المعادلة باستعمال العلاقة بين الجمع بين الضرب والقسمة شين فيه 42 أقول شين يساوينا 420 تقسيم 42 الموجة الضرب نحوله إلى قسمة شين يساوينا 420 تقسيم 42 بها 10 الصفر ينزل و42 تقسيم 42 بها 10 يعني الصفر ينزل 42 تقسيم 42 بها 1 السؤال الخامس جد ناتج مايلي 21 في 2 نضرب 21 في 2 1 في 2 2 في 2 4 تقسيم 7 يساوينا 42 تقسيم 7 بها 6 لأن 7 في 6 42 باء مثل الأعداد الصحيحة على مستقيم الأعداد إنتوا هناك بالمصدرة هنا الصفر وهنا الموجة وهنا السالب أول مرة 3 1 2 3 هاي تحطون 3 أو هنا 3 كيفكم السالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 سالب 6 هذه الموجبة والصفر والسالبة زين ايش بعدنا بعدنا سؤال السادس ألف وباء وجيم جد قيمة العبارة الجبرية صاد تقسيم 6 ومطيني نعوضه صاد 48 يعني شاقول اقول 48 مكان كل صادخة لـ 48 تقسيم 6 بها 8 ليش لأن 8 في 6 48 8 في 6 48 جد ناتج مستعملا جملة الجمع 6 ناقص 15 هذه الـ 6 الناقص حولها إلى ضرب الناقص حولها إلى جمع والـ 15 صادت سالب 15 هي موجة صادت سالب 15 اشارات مختلفة نزل اشارة الكبير واطرح 15 ناقص 6 بها 9 بها 9 استعمل العلاقة بين الضرب والقسمة ميم تقسيم 42 يساوينا 42 حنحول القسمة إلى ضرب اقول ميم يساوينا 42 فيه 42 راح نضرب 42 فيه 42 ضرب عادي 2 فيه 2 4 2 فيه 4 8 صفر المراتب 4 فيه 2 8 4 فيه 4 16 نبدأ نجمع هنا 4 6 16 7 1 صارت ميم يساوينا 1764 1764 1764 هاي عيني نموذج اسئلة رياضيات سادس ابتداء ان شاء الله بعد راح نزلكم نماذج وبالتوفيق يا ربي اشتركوا في القناة